الدرس الأول، يكون هذا مشروع قسمنا؟ كانت مدرستنا تختلف قليلا عن بقية المدارس المجاورة لأن عدد القاعات فيها محدود وكذلك عدد تلميذها وقد أنشئت مع نشأة الحي الجديد وضمها حصنها الدافئ الصغير موسما دراسيا كاملا كل لب النجاح وجاء يوم العودة المدرسية وكانت المفاجأة ماذا أرى؟ سياج جديد يحمي القاعات ويصون الساحة ونظافة يطيب بها المقام؟ أحدث كل هذا أثناء غيابي عن الحي دخلنا قاعة الدرس فاستقبلنا المعلم مبتسما ثم قال لا شك أنكم لحظتم تحسينات جديدة في مدرستنا قال أحدنا لكن ساحتها تفتقر إلى التجميل أضف خليل أقترح غرس شجيرات وأزهار عندئذ قال المعلم فليكن هذا مشروع تلاميذ قسمنا وستشرب أنت يا خليل بمساعدة صديقتك عبير على التخطيط لإنتاجه وحل موعد تنفيذ المشروع فحضرنا في الوقت المحدد ووزع علينا المعلم الأدوار فأقبلنا على إنجاز العمل بحماس كبير وذوق رفيع فريق يعض الأحواض والحفر وآخر ويغرس الأشجار والأزهار كانت الحركة قائمة على قدم وسع مما استرع انتباه الأولياء الذين قرروا المساهمة في العمل وكانت المفاجأة التي شجعت التلاميذ ومعلميهم وادخلت في نفوسهم البهجة والسرور نساء ورجال وأطفال صغار يحملون أصصا ولوحات فنية ويشاركون في تجميل الرواق أولا أكتشف عنوان النص هو قول من قاله لمن توجه بهذا القول وما هو حسب تصورك مشروع القسم يعود هذا القول إلى المعلم وقد قص به تلاميذ قسمه والمشروع يتمثل في غرس الأشجار والأزهار في ساحة المدرسة ثانيا أتفاعل مع النص أقرأ النص وأسمي المشروع الذي اتفق التلاميذ على إنجازه أقرأ ما يدعم إجابتي قراءة منظمة المشروع الذي اتفق التلاميذ على إنجازه قرس الأشجار والأزهار في ساحة المدرسة أضاف خليل أقترح قرس شجيرات وأزهار عندئذ قال المعلم فليكن هذا مشروع تلاميذ قسمنا وستشرف أنت يا خليل بمساعدة صديقتك عبير على تخطيط الإنتاجه أقيمت خلال العطلة أشغال في المدرسة فاجأت التلاميذ يوم العودة ما هي؟ أقرأ المقطع الذي يدل على ذلك الأشغال التي جدت في المدرسة خلال العطلة هي إقامة سياج جديد يحمي القاعات ويصوم الساحة إضافة إلى العمل على نظافتها وجاء يوم العودة المدرسية وكانت المفاجأة مثل أرى سياج جديد يحمي القاعات ويصوم الساحة ونظافة يطيب بها المقام؟ أحدث كل هذا أثناء غيابي عن الحي؟ ما هي الأعمال التي قام بها الأولياء للتعبير عن مساندتهم لأبنائهم التلاميذ؟ أقرأ ما يدل على ذلك قراءة معابرة ساهم الأولياء في تجميل الرواق تعبير منهم عن مساندتهم لأبنائهم التلاميذ وكانت المفاجأة التي شجعت التلاميذ ومعلمهم وأدخلت في نفوسهم البهجة والسروب نساء ورجال وأطفال صغار يحملون أصصاً وروحات فنية ويشاركون في تجميل الرواق أظهر جميع متدخلين عناية فائقة بالبيئة أذكر أعمالاً قمت بها للعناية بالبيئة بالعناية بالبيئة قمت بسقي الأزهار والشجيرات وقطفت الأعشاب الطفالية وساهمت في نظافة الحي وشوارع أعلل اختياري لتلك الأعمال حرست على القيام بتلك الأعمال لأنها أقل ما يمكن المساهمة به للحصول على بيئة سليمة والإبقاء على نظافتها